دعا نبدأ بداية مع التسجيلات الأخيرة بالنسبة للعقارات والتدولات الأخيرة يعني لو نظرنا إلى الربع الأول كنا قد شاهدنا في بعض النشاط ولكن مؤخرا نشهد بعض التباطؤ في هذا النمو برأيك ما هو السبب للنمو؟ صحيح مثل ما تفضلت في الربع الأول من عام 2014 صار في نمو تواطئ السوء في الربع الثاني لعدة عوامل العوامل التي كنا بنعرفها هي طبعا أنه دخلنا فترة العطلات والصيف كان في موسم مع كأس العالم في موسم الأعياد وبالإضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى اللي هي صار في عوامل جذب لرؤوس الأموال من قطاعات أخرى مثل قطاع الأسهم قطاعات الأخرى صار في عوامل جذب من رؤوس الأموال التي تحولت من قطاع العقارات لهذه القطاعات لكن المتوقع حاليا أنه إن شاء الله بخلال انتهاء موسم الصيف والأعياد ورمضان الأمور ترجع لمجرها الصحية وتتحسن ولحظنا الآن في بداية هذا الشهر الحالي تحسن في التداولات وفي الطلب على العقارات مرة أخرى يعني فقط عدت بالذاكر على الوراء عندما شهدنا طباطو في عام 2008 كانت تقريبا في هذا الشهر وما ثم شهدنا الأزمة صحيح أنت تستبعد كليا أي أزمة عقارية وأي فقاعة عقارية حاليا في اليمناطي صحيح بس تبعدها لأن العوامل التي كانت في عام 2008 عوامل مختلفة جدا العوامل التي نحضرها اليوم العوامل التي كانت في عام 2008 تطباطو وما تفضلت كان في فترة الصيف كمان كانت عوامل بدايات أزمة اقتصادية عالمية ثاني أكبر أزمة في تاريخ الإنسانية صحيح بعد الركود العالمي صحيح وبالتالي كان يعني ما في حدا بيقدر يتغاضى أثار وتدعيات هذه الأزمة لكن اللي صار من فترة الأزمة إلى اليوم صار فيه كتير مبادرات وإجراءات لنتفادى هذه الحادثة اللي صارت في عام 2008 وبرأيي فيه مقاومات أساسية يعني فيه مقاومات عديدة بتساعد بأنه يكون التصورات لقطع العقارات إيجابي وليس سلدي لحظة أخرى أيضا مهند بأنه ما شاهدناه من هذه الفجوة السعرية ما بين سعر الطلب والعرض فيها السوق يعني بدأت نشهد اتساع بالفجوة ما بين المشتري والبائع هل هناك أي دلالات أو تكون إشارة إلى شيء في المستقبل القريب؟ والله اللي صار أنا برأيي شيء طبيعي لأنه في نهاية عام 2013 في الربع الأخير من 2013 والربع الأول من 2014 صار فيه تفاؤل وارتفاع في الأسعار بشكل جدا عالي لاحظنا في عام 2013 الأسعار اتفعت بما يقارب 30% من 22% إلى 30% في مناطق مختلفة في إمارة دبي وهذا رقم غير منطقي وغير ما فيه استمرارية يعني ما الصعب أنه نقدر نركز على استمرار في ارتفاع الأسعار بنسبة رقمين 30% رقم جدا عالي فالعمسير حاليا هو عملية تصحيح منطقية والسوء لازم يستقبلها بإصادة الرحب لكن تصحيح بدون تراجع أسعار بدون تراجع تباطئ من النمو وهذا التباطئ برأيي تباطئ صحي وإن شاء الله يظل مستمر لأنه إحنا عم نركز على رقم مثلا عالي 1 مثلا بالـ 8-9% نسبة النمو مع الاستمرارية هذا أفضل بكتير مع أنه نشهد 30% في سنة أو سنتين وبعد نصير فيه تصحيح وانخفاض في الأسعار فالعمسير حاليا هو شيء منطقي في بعض الملاك طبعا أو البائعين بعد ما عم يتقبل الفكرة هاي وممكن هذا هو سبب الفجوة المشتريين أكثر إدراكا للسوء عم يتابعوا فيه لكن فيه للأسف بعض المستثمرين اللي عم يحاولوا يبيعوا بعدهم عندهم منظور أنه لا فيهم يحققوا الأرقام التي طلعت في عام 2013 وهذا شيء مفروض يعني الكل يصير عنده دراية فيه أكثر ووعي أكثر في هذا الموضوع هل توجه البنوك لربما تكبير هذه البورتفوليو أو المحفظة المالية في إدارة إن كان العقار أو حتى الإقراض لقطاع العقار قطاع البنوك تعلم دروسه وعبر جدا قيمة في فترة الأزمة فصار عندهم أكثر حرص بالنسبة للإقراض في القطاع العقاري لاحظنا كثير صار فيه عندهم شروط وصار فيه البنك المركزي ساهم في أنه ينظم عملية الإقراض العقاري بالنسبة لأرقام اللي سمعنا عنها في المقدمة تقريبا 40% منها كانت للمشتريين اللي اقترضوا فلوس من البنوك طبعا البنوك صار عندها أكثر من خطوة متبعة اللي هي عملية تطقيق للمبلغ اللي بيدفعوا كل شخص بيأخذ هذا القرض النسبة اللي بيعطوهم ياها صار فيه عوامل تصعب للمضاربين أنهم يقدروا يضاربوا في العقارات عن طريق اقتراض الأموال من البنوك وهذا شيء صحي جدا وجيد بس نتمنى ما يكون يصعبوها أكثر من هيك لأنه يصبح المشتريين النهائيين الجديين يصبح كمان يظلمون أو يصبح لهم صعوبة بحصول على القروض من البنوك بسبب هذه السياسة المتبعة مهند ما يتوقعتك بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام بالنسبة للارتفاعات إن كان في الأسعار أو حتى النمو هذا القطاع متوقعين إن شاء الله يكون فيه استمرار فيه تحسن جو إيجابي تحسن زيادة الثقة ومثل ما شفنا يعني مش بس محليا طبعا النسبة جدا عالية للاستثمارات المحلية وهذا شيء إيجابي بالدليل أنه زيادة الثقة في القطاع لكن متوقعين أنه تزيد الأسعار على نهاية العام لكن مش زيادة جدا عالية زيادة منطقية أنا برأيي إذا قدرنا نخلص عام 2014 مع زيادة روح بين 10% إلى 12% هذا بيكون جدا شيء جيد ويمكن استمراريته تكون أعلى من أنه رقم جدا عالي طيب مهند أيضا ما شاهدناه في الأشهر القليلة الماضية هو النزوح بعض العائلات والأفراد من دبي ربما اتجاه إلى الشارقة وحتى عجمان ربما لتوفر المنازل الأرخص بالنسبة للأجار هل هذا سيؤثر على العائد في الاستثمار في الإخضاء العقاري في دبي في ربما الأشهر القليلة القادمة اللي صار للهجرة اللي عم بتصير للأمارات المجاورة هي بسبب ارتفاع أسعار الإجارات هذا شيء طبيعي لكن صار في مبادرة لحد الصقف أو تنظيم عملية زيادة الإجارات وعم نحس هلما صار أثرها عم بوضح أكثر في السوق فعملية الهجرة هاي خفت بنسبة تدريجية زادت الأسعار في الإمارات المجاورة بسبب هذا الموضوع لأنه بسبب الهجرة فبالتالي رح يصير فيه استقرار متوقع يصير فيه استقرار في نهاية هذا العام في هذا الموضوع لكن النقطة اللي جدا مهمة أنه فيه طلب جدا عالي على فئة الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط هاي نقطة جدا مهمة نطرحها لأنه اليوم يعني دبي معروفة بأنها بتبني دائما مشاريع فخمة كان في الفلال أو في الشقاق ففيه فئة الدخل المتوسط هاي لازم تركز عليها أكثر وهي أظن يصار فيه كتير مطورين رئيسيين عم يتوجهوا لهذا الاتجاه بتقديم كان فيلال أو وحدات تاونهاوس أو حتى الشقاق لذوي الدخل المتوسط وهذا شيء إيجابي ويساعد السوق واستقراره للمستقبل مهند معي ثلاثين ثانيو فقط دائما هناك ربما استفسار للمستثمرين أين نشتري؟ نشتري في العقار الجاهز أو قيد الإنشاء؟ الاثنين لهم مميزاتهم أنا بفضل الاستثمار للعقار الجاهز لأني أعطيك عوائد إيجارية مع زيادة في راس المال أما الاستثمار في العقارات القيد الإنشاء تعطيك زيادة على راس المال وسعرها بيكون أقل في الاستثمار أنا بنصحهم يتوجهوا للمناطق اللي فيها مستقبل مزدهر بزيادة راس المال يعني ما يركزوا كلهم بالمناطق المطورة حاليا في مناطق مثل دوبايلاند بتحقق كمان عوائد جدا عالية من عوائد إيجارية ومن عوائد زيادة راس المال نعم وسيد مهند البادية المدير التنفيذي لشركة هربو العقارية شكرا للمشاركة لوجودك كمان